شهداء وجرحى في توغلٍ للاحتلال بغزة ومصرع قائد قوةٍ صهيونية وإصابة آخرين بتفجير آليةٍ في الضفة الجيش يكبد الحوثيين خسائر كبيرةً بعد تصعيدهم شرق تعز والميليشيا تقتحم مركزاً ومسجداً للسلفيين في إب وتقريرٌ للبنك الدولي يؤكد أن حروب الحوثي فاقمت الأزمات الاقتصادية والإنسانية في اليمن نشرة التاسعة من يمن شباب أهلاً بكم والبداية من الشأن الفلسطيني حيث أفاد مراسلنا بارتقاء عددٍ من الشهداء والجرحى جراء توغل عددٍ من دبابات الاحتلال قبل ظهر اليوم الخميس في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط غطاءٍ جويٍ وقصفٍ مدفعيٍ غير مسبوق وأكد أن عددًا من دبابات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بشكلٍ مفاجئ في حي الشجاعية انطلاقاً من الحدود الشرقية من محورين الأول ما يعرف بمفرق الكورية نهاية شارع النزار والآخر منطقة الطاقة وداهمت الحي وأوضح أن حالةً من الهلع والفزع سادت الحي الذي شهد عملية نزوحٍ كبيرة تجاه المناطق الغربية وأن عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى ارتقوا في الشوارع والطرقات وصباح اليوم استشهد وجرح العشرات بقصفٍ الاحتلال في أحياء الصبرى الشجاعية شرق مدينة غزة ومحيط جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات في السياق أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات سبعةٌ وأربعون شهيدًا واثنان وخمسون مصابًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى سبعةٍ وثلاثين ألفاً وسبعمائةٍ وخمسةٍ وستين شهيدًا وستةٍ وثمانين ألفاً وأربعمائةٍ وتسعةٍ وعشرين مصابًا منذ السابع من أكتوبر من جانبه أكد الدفاع المدني في غزة نزوح عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين بفعل قصف الاحتلال على حي الشجاعية مشيرًا إلى أن هناك عددٌ من الشهداء والمصابين في الشجاعية لم تستطع طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم في الضفة الغربية لقي ضابطٌ صهيوني مصرعه وأصيب سبعة عشر آخرون إثر تفجير مقاومين فلسطينيين عبوةً ناسفة كبيرة الحجم في آليةٍ لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين شمال الضفة الليلة الماضية وأقرت وسائل إعلامٍ عبرية بمصرع قائد فرقة قناصة وإصابة سبعة عشر آخرين بجراح منهم أربعةٌ حالتهم خطيرة جراء انفجار عبوةٍ ناسفة بآليةٍ مصفحة من طراز الفهد خلال تنفيذ قوات الاحتلال عمليات مداهمة واعتقالاتٍ في جنين في السياق ذاته قال الناتق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة إن مقاتلي كتيبة جنين فجروا ستة عبواتٍ ناسفة واشتبكوا بشكلٍ مباشر لأكثر من ثمان ساعاتٍ متواصلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدة مناطق في جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانيةً وعشرين فلسطينياً خلال يوم بينهم طالبةٌ من الخليل وأسرى سابقون وفق ما ذكره بيانٌ مشتركٌ لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني وقال البيان إن معظم الاعتقالات تركزت في محافظة جنين حيث طالت ستة عشر فلسطينياً أبقى الاحتلال على اعتقال تسعةٍ منهم فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وبيت لحم ورمالله ونابلس والقدس وأكد أن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر بلغت أكثر من تسعة ألاف وأربعة مائةٍ وثلاثين حالة اعتقال حيث تشمل الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن في الشان المحلي اليمني أفاد مصدرٌ ميداني بإحباط قوات الجنة جيش هجماتٍ جديدةً لميليشيا الحوث الإرهابية في جبهتين متفرقتين بتعز عفواً في ظل تصعيدٍ حوثي يهدف إلى إفشال جهود إنهاء الحصار وقال المصدر ليمن شباب إن الجيش صد محاولة هجومٍ حوثية في وادي صالة شرق المدينة بالتزامن مع إحباط محاولة تسللٍ شمال شرق المدينة وأكد المصدر أن قوات الجيش كبدت عناصر الميليشيا خسائر بالأرواح والعتاد فيما استشهد جنديٌ وأصيب آخرٌ في المواجهات إثر الحصار الأثر الحصار الحوثي في تعز على مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي الذي تعرض لانهيارٍ كبير بسبب إغلاق الطرق ولجوء التجار لسلوك طرقٍ وعرى وبعيدة لنقل البضائع ما أضاف عبءاً على المواطن الذي بدوره استغنى عن الكثير من احتياجاته ومستلزمات الحياة عشرة أعوامٍ من الحصار الحوثي على مدينة تعز أثرت على الحالة الاقتصادية للنواطن بشكلٍ خاص والمدينة بشكلٍ عام حيث تضاعفت أسعار السلع والمواد الغذائية وسجلت أرقاماً لا طاقة للمواطن بها تأثرت الحياة في تعز تأثر كبير في جميع المجالات المجالات الاقتصادية حتى الاجتماعية نفسها تأثرت بسبب الحصار الموجود على تعز منذ أكثر من عشر سنوات أدى إلى ارتفاع في الأسعار والارتفاع في الأسعار يؤدي إلى انهيار لدى الأسار ولدى التجار أيضاً في الوقت نفسه ولد عدم القدرة ووجود عدم قدرة شرائية لدى المجتمع بكامله يرجع تجار أسباب التضخم في الأسعار إلى استحداث الميليشيا طرقاً وعيرة وبعيدة شكلت زيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع والفواكه والخضروات والأدوية إلى 2000% الحصار أثر على المحافظة من ناحية الطرقات وبعد المسافات ما بين المحافظات المحافظات التعز والمحافظات الأخرى المصانع بعيدة عن المحافظة التعز مثل المصانع معتق أخوة بيت حين سعيدنا عم بيحوة ثابت منذي إلى ارتفاع بعض الأسعار مثل الخضروات والفواكه برضو عمل كبير في ارتفاع سعر الصرف كمان خسائر كبيرة تكبدها القطاع الاقتصادي في تعز يقول الاقتصاديون إنه يحتاج إلى استراتيجية طويلة المدى من أجل التعافي الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز منذ أكثر من تسعة عوام كان له عواقب سلبية مدمرة على حركة الاقتصاد في المدينة وبالتالي الكثير من المشآت التجارية والاقتصادية تعرضت للتدمير وتعرضت للإفلاس بشكل كلي وهذه الآثار ستظل المدينة تعاني منها لسنوات قادمة ولن تتعافى بسهولة نحتاج إلى خطط طويلة المدى من أجل التعافي لروح هذه المدينة وستظل آثار الحصار الحوثي جاتمة على مختلف القطاعات الحيوية لما ألحقه من أضرار وصلت في معظم الأحيان إلى فقدان البعض لأرواحهم أو تجارتهم من أجل لقمة العيش عدل عزة دمحانية من شباب تعز في إب واصلت ميليشيا الحوثي حربها الطائفية واستولت على مركز للعلوم الشرعية تابع للتيار السلفي وطرد طلابه منه بحسب مصدر محلي وقال المصدر إن الميليشيا طردت أكثر من ثلاثمائة وخمسين طالبا من الطلاب الذين يتلقون العلوم الشرعية ويدرسون في حلقات القرآن الكريم التابعة لمركز دار الحديث مع المسجد الكائن في منطقة السبل غرب مدينة إب كما منعتهم من إلقاء المحاضرات والدروس بالمسجد المصدر أكد أن الميليشيا بتوجيهات من القيادي الحوثي أحمد العصري استولت على أثاث وممتلكات للمركز ومقتنيات الطلاب الذين تم طردهم للشارع في مشهد أثار استياءا واسعا في أوساط المواطنين وفي صنعاء شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة طالت عشرات السكان بمن فيهم الموظفون الحكوبيون وذلك على خلفية رفضهم المشاركة في احتفالات ما يسمى بيوم الولاية وأكدت مصادر محلية أن الميليشيا الحوثية شنت بعد انتهاء فعالياتها حملات خطف طالت عشرات السكان في مدريات معين والوحدة والسبعين والثورة وبني الحارث في صنعاء على خلفية تغيبهم عن المشاركة وحضور الفعالية حيث تم الإبلاغ عنهم عبر مسؤولي الأحياء يشار إلى أنه قبل الاحتفال الرئيسي نظمت ميليشيا الحوثي أكثر من مائة واثني عشر احتفالا في مناطق سيطرتها وسط تقديرات بأنها أنفقت عليها سبعين مليون دولار بالتزامن مع شن عناصرها المسلحين سلسلة حملات لإجبار اليمنيين على تقديم التبرعات المالية لتمويل الفعالية تحاول ميليشيا الإرهاب والعنصرية الحوثية فرض معتقاداتها الطائفية مستخدمة الفتاوى والقوة لإخضاع الشعب اليمني لحكمها الكهانتي كل من لم يؤمن بولاية الحوثي والشيعة الإيرانية فهو كافر هكذا يقول كبير المجرمين الحوثيين عبد الملك الحوثي وكتب وخطابات الحركة التي تعج بفتاوى تكفير اليمنيين والمسلمين السنة العرب نهج تكفيري تتوارثه الجماعات السلالية في إيران والعراق واليمن ابتدعه بداية الحسن بن بويه زعيم الدولة البويهية الزيدية في العراق وإيران بعد مضي ثلاثة قرون من الهجرة النبوية وعلى هذا النهج صار الهادويون في اليمن بدءا من الهاد بن الحسين الرسي وعبد الله بن حمزة صاحب فتاوى تكفير أبناء مأرب وجميع الشافعيين والمخالفين لخرافة الولاية مثله مؤسس جماعة الحوثيين حسين بدر الدين إذ تبنى المنهج التكفيري ضد اليمنيين ففي إحدى ملازمه المكتضة بالعنف والغباء أفتى صراحة بتكفير من لم يؤمن بولايته وحين لقي مصرعه ورثه شقيقه وعبد الملك الأصغر عقلا وسنا والأكثر تطرفا وبجاحة في تكفيره لليمنيين الذين يعتبرون الولاية خرافة شيعية وأكذوبة تستخدمها الجماعة للسيطرة على الدولة والاستحواذ على الثروة واستباحة الدم ونهب الممتلكات وتجريف التعليم والهوية في سبيل هذه الغاية العنصرية تفتر الشيعة وحركة الحوثيين على الله وعلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام الذي ينكرون أحاديثه في البخاري ومسلم لكن ذلك لم يمنعهم من الافتراء عليه بالقول إنه وقف يوم الغدير وأوصى بالحكم والولاية لعلي بن أبي طالب والشيعة من بعده إلى أن تقوم الساعة ليبلغ الحال بهم إلى الإساءة لشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بينما علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يدعي لنفسه ذلك ولم يحتفل بيوم الغدير بل كان من أول الذين بايعوا الخليفة أبا بكر ثم بايع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكذلك بايع الخليفة عثمان بن عفان بعد ذلك تولى هو الخلافة وصار رابع القلفاء الراشدين ولم يوصبها لابنه الحسن من بعده بل أكد على أن أمر الخلافة والحكم هو شورى بين المسلمين وليس ملكا للسلالة فالإسلام دين الله للعالمين وليس دينا خاصا بأدعي النسب أقر لقاء حكومي وقبلي تشكيل لجنة برئاسة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه للقاء قيادة المجلس الرئاسي وزيارة السعودية وذلك لمناقشة قضية احتجاز اللواء الركن علي محصن الهدي مساعد رئيس هيئة العمليات الحربية المحتجزي في المملكة منذ شهر ونصف وشدد اللقاء الذي جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز مع شيوخ من قبائل دهم بمحافظة الجوف شدد على متابعة إجراءات رفع الإيقاف عن اللواء الهدي ورد الاعتبار له وطالب المشاركون في اللقاء بسرعة التحرك في قضية الاحتجاز تلك ووقوف قيادة الدولة تجاه التصرفات التي طالت شيوخ الجوف وقبائل دهم خلال المرحلة الماضية وأكد اللواء العرادة ورئيس هيئة الأركان وقوفهم إلى جانب قبائل دهم وأبناء الجوف في مطالبهم ومتابعة الجهات المختصة لرفع التوقيف عن اللواء الهدي اقتصادياً فرضت شركات والاتصالات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوث الإرهابية زيادة سعرية جديدة على خدماتها المقدمة للمشتركين دون مبرر شملت إلغاء بعض الخدمات ورفعت أسعار الخدمات الأخرى ونشرت شركة يمن موبايل التي تمتلكها جهات حكومية وقطاع خاص ويسيطر عليها الحوثيون نشرت قائمة جديدة بخدماتها تشير إلى جرعة سعرية جديدة وإلغاء بعض الخدمات ومن جانبها رفعت شركة سبأفون في صنعاء التي استولى عليها القيادي الحوثي الصالح الشاعر أسعار الباقات والخدمات المقدمة للمشتركين بنسبة كبيرة وفق البيانات التي نشرتها الشركة على صفحتها في فيسبوك كما خفضت شركة يولي الاتصالات التي اشتراها تجار حوثيون ومستثمرون عمانيون خدمة الباقات ورفعت أسعار باقات أخرى أكد تقرير حديث للبنك الدولي بشأن المرصد الاقتصادي لليمن أكد أن ميليشيا الحوثي تسببت بحربها وتصعيدها في مفاقمة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعاني منها اليمن وقال التقرير إن الاقتصاد الوطني يواجه عقبات كبيرة وإن المالية العامة للحكومة شهدت تدهورا كبيرا في العام الماضي في حين انخفضت إراداتها بأكثر من ثلاثين في المائة بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقليص إرادات الجمارك نظرا لإعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون وذكر التقرير أن احتياطات النقد الأجنبي استقرت نسبيا بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء مشيرا إلى أن استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية بنسب متفاوتة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وأضاف أن استمرار الضغوط على المالية العامة والتجرؤ الاقتصادي والتجزء الاقتصادي عفوا يهدد بتعميق الانقسام ويعقد جهود التعافي وأن إمكانية زيادة المعونات والاستثمارات تتوقف على تحقيق هدنة دائمة والالتزام بإعادة الإعمار وأكد البنك الدولي أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر زادت من تكاليف الشحن إلى اليمن وزادت من أقصاط التأمين ما يعني أنها وضعت المزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني تعيش ميليشيا الحوثي أسوأ مخاوفها على خلفية الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن وباتت تشكل كابوسا يهدد بتجفيف موارد الميليشيا المالية دخلت ميليشيا الحوثي في دوامة من ردود الفعل المتهورة فيما يبدو أن قرارات وإجراءات البنك المركزي بعدا ذات مفعول قويا ويدفع الميليشيا إلى التخبط وتصعيد انتهاكاتها دون طائل اختطافات للمدنيين في عدة محافظات واختطافات لموظفي منظمات أممية وموظفي شركات القطاع الخاص والسطو على المنازل والعقارة والحسابات تعيش العصابة الحوثية أسمة حادة تتفاقم مخاوفها الداخلية من إجراءات متتالية لتجفيف مواردها وإنهاء قدرتها على مواصلة استنزاف موارد البلاد تأتي إجراءات البنك المركزي الشرعي في عدن الهادفة لوضع حد للانقسام النقدي وتقييد الميليشيا عن مواصلة حربها الاقتصادية والعسكرية على الشعب اليمني لتضاعف جنون الميليشيا الحوثية التي اندفعت للسطو ومصادرة منزل محافظ البنك المركزي أحمد غالب في صنعاء بعد أيام على مصادرتها الشركتين لإنتاج الأدوية بصنعاء وخوضها جملة من الانتهاكات لإخضاع معظفها وابتزازهم وترهيبهم جانب أكبر من هلع ميليشيا إيران يكمن بوجود مؤشرات أولية قد تدفع إلى خسارة الميليشيا لواحد من مصادر تمويلاتها الخارجية وإمدادها بالعملة الصعبة والمتصل بنشاط المنظمات الأممية في السنوات الماضية بلغ القلق ذروته لدى الميليشيا الحوثية إبان عزم الإدارة الأمريكية السابقة اتخاذ إجراءات صادمة ضد الميليشيا مع اتخاذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرارا بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية دولية غير أن دوائر داخلية أمريكية تمكنت من تثبيط أهم مفاعل القرار بالإبقاء على نشاط شبكة النشاط الإغاثية الأممية وهي شبكة تدور في فلكها تمويلات إغاثية ضخمة معظمها تصوب في جيوب الميليشيا وتؤمن لها رافداً من العملة الصعبة ومن اندفاع الميليشيا لاختطاف موظفين لدى منظمات أممية مؤخراً إلى مصادرة منزل أحمد غالب تتخبط الميليشيا في دوامة من ردود الفعل بعد أن تضاءلت قدرتها على أن تكون السباقة في اتخاذ إجراءات عباثية مدمرة للبلاد تصوب في خدمة الحوثي وأسرته وبعض قيادات عصابته السلالية على حساب كافة فئات الشعب والمجتمع واقتصاده ومعيشته ومستقبل البلاد دعا وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة دعا الحجاجة اليمنيين إلى الاستقرار في مساكنهم حتى عودة الطائرات المختطفة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وشدد الوزير في تصريح أمس الأربعاء على بقاء الحجاج في مساكنهم والمكوث في مكة المكرمة حتى عودة الطائرات كما منع وكالات التفويج من نقل حجاجها إلى المطار في ظل استمرار الميليشيا في اختطاف ثلاث طائرات في مطار صنعاء منذ يوم الثلاثاء وناشدت شركة الخطوط الجوية اليمنية المجتمع الدولي ومنظمات النقل الجوي الدولية والمبعوث الدولي إلى اليمن وكافة الجهات ذاتي لاختصاص بالتدخل العاجل لوقف التعسفات الحوثية وقالت الشركة في بيان أمس الأربعاء إن الميليشيا احتجزت يوم الثلاثاء ثلاث طائرات في مطار صنعاء لحظة وصولها قادمة من مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة بالسعودية بعد نقلها مئات الحجاج العائدين إضافة إلى الطائرة المحتجزة منذ أكثر من شهر في موضوع آخر قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب إنها سجلت مئة وثلاثين حادثة حريق في مخيمات النازحين في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري وأفادت الوحدة أن تلك الحوادث تسببت في وفاة شخصين وإصابة سبعة وعشرين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة مشيرة إلى أن تلك الحرائق التهمت مئة وخمسة وثلاثين مأوى بينها أربعة وثمانون للأسر النازحة وواحد وخمسون لأسر من اللاجئين الأفارقة الوحدة أرجعت سبب أغلب حوادث الحرائق إلى تطاير النيران إلى الخيام والربط العشوائي للكهرباء واستخدام الخيام كمطابخ إضافة إلى حادثة انفجار أسطوانة غاز قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو مائة وتسعة وعشرين مهاجراً إفريقياً لا يزالون في عداد المفقودين منذ غرق قارب التهريب الذي كانوا يستقلونه قبالة سواحل محافظة شبوة في العاشر من يونيو الجاري وأضافت المنظمة في تقرير أنه برغم الجهود تستمر جثث المفقودين في الظهور بين حيناً وآخر على شاطئ محافظة شبوة والشواطئ المجاورة مشيرة إلى أن عدد المتوفين المؤكد ستة وخمسون أو ستة وخمسون شخصاً مع استمرار فقدان مائة وتسعة وعشرين آخرين وأكد التقرير أن المهربين ما زالوا يستغلون المهاجرين من أجل الربح برغم معرفتهم بالمخاطر وأنهم عادة ما يجبرون المهاجرين على النزول بالقرب من الشاطئ إما خوفاً من قوات خفر السواحل أو مواجهة الطقس السيء الذي يدفعهم أحياناً إلى إجبار المهاجرين على النزول عن القارب بعيداً عن الساحل اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قراراً جدد فيه التأكيد على مطالبته بوقف جميع الهجمات الحوثية فوراً ضد سفن النقل والسفن التجارية في البحر الأحمر القرار الذي حمل رقم سبعة وعشرين تسعة وثلاثين وقدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان صدر بتأييد إثني عشر عضواً وانتناع ثلاثة عن التصويت كما جدد المطالبة بإطلاق سراح السفينة جالكسي ليدر وتقامها وشدد القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري ومن أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية كما شجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة رياضياً حقق المنتخب الوطني للشباب فوزاً ثبيناً على نظيره العماني بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا للمنتخبات العربية لكرة القدم والتي تقام في المملكة العربية السعودية بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى مؤقتاً بأربع نقاط في انتظار ما ستسهر عنه نتيجة مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي لحساب المجموعة ذاتها مساء اليوم وسيواجه منتخبنا الوطني في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات نظيره الكويتي مساء السبت في لقاء حسم التأهل لنصف النهائي حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثلاث إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني نهاية النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها شهداء وجرح في توغل للاحتلال بغزة ومصرع قائد قوة صهيونية وإصابة آخرين بتفجير آلية في الضفة الجيش كبد الحوثيين خسائر كبيرة بعد تصعيدهم شرق تعز والميليشيا تقتحم مركزاً ومسجداً للسلفيين في إب وتقرير للبنك الدولي يؤكد أن حروب الحوثي فاقمت الأزمات الاقتصادية والإنسانية في اليمن عاشت فلسطين دام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة